الحمد لله على صباح أقبل ونحن نسمع ونبصر الحمد لله على شمس أشرقت ونحن نؤمن ونشكر الحمد لله على يوم أقبل ونحن لم نفقد ونفقد اللهم صلي وسلم على سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأتم للتسليم اليوم بإذن الله تعالى جمعت لكم كل التنظيفات اللي حسيتنا مهمة يارب منكم تستفيدون منها بإذن الله تعالى هذا من غير الفيديو اللي بينزل بالليل أول حاجة تنظيف الأدراج يا بنات زي ما تشفون لازم بشكل مستمر كل ما دخلت تبغني تسوين حاجة بالمطبخ طبختي غداء طبختي عشاء طبختي فطور وانتي واقفة شوفي أكثر درج في حوسة وانتي واقفة طلع الأغراض وامسحي تكون الفوطة دافية إذا فيها دهون متراكمة حاولي تحطي منظف قوي زي سيتروس زي عندك سيتروس عندك لوجيك عندك كمال بنكستاف هذه كمال منظفات قوية استخدميها داخل الدرج لكن بشكل عام إذا عندك حسيت أن الدرج أصلا موصخ فوطة دافية تكون مائلة لحرارة هذه أنا طريقتي بتنظيف داخل الأدراج حاجة مهمة التراكم التراكم لما تخلين للدهون تتراكم يصير خروطها صعب في قاعدة تقول البناء صعب والهدم سهل شايفين؟ فحاولي على قدر الأمكان أنك دائما تحافظين على الدرج من داخل بتنظيفها بشكل مستمر برضو كمان أنا حابة أشكركم على 22 ألف صرنا 200 ألف و 22 ألف مشتركة حياكم بالله جميعا ابنونيني ومشرفيني بالقناة الله يسعدكم يا ربي بإذن الله تعالى دائما أقدم أشياء حلوة وأشياء متجددة عندي المهم نظفت كذا داخل الدرج تشوفه يعني شوفي أنت واقفة لو درج واحد تسويين باليوم كل يوم ما نتسويين درج صدقيني ما رح يتراكم عليكي شي ثاني ليسألوني عن تنظيف مروحة الشفط شوفي الأمر جدا سهل أنا نظفتها هنا وأنا حامل طلعت على الكرسي فكها كمان سهل أنا اليوم حطيتها بالجلايا ليش لأنه ما عليها دهون كثيرة يا بنات شوية اللي عليها لا تذكر قلت مي مستهلة أني أخسلها على إيدي لكن إذا أنت عليها دهون متراكم ما بعطيكي الطريقة الحين وحين نتفرد جبت هنا بنكستاف اليوم رح نظف معاكم المروحة من داخل شايفين الشفرات أبدو أرش عليها كذا من بنكستاف شوي وخليها لازم تنترك قرابة 6 دقائق 7 دقائق إذا كانت الدهون كثيرة تحتاج ترش أكثر من مرة ويمشي معاكي سيترس أكثر لأنه سيترس أقوى نجي الخلطة التنظيف الحين بجيب ملح الليمون تمام وشوية بيكربونات الصوديوم وبعدين هذه الفرشة مرة حلوة من أي محل تجي بينها حاولي تكون عندك بالبيت بأب خمسة موجودة وكمان شوية فيري أو أي شوية صبو مواعين أنت حبتي تمام بس تكون قوي شوي وبعدين تحطين مية حارة لازم يا بنات المية اللي تنحطين تكون مية حارة عشان مباشرة كل الأشياء تفعل خلطة هذي جبارة للدهون طبعا إحنا راشتين لوجيك حتى لوجيك ممتاز يا بنات أو بنكستاف أو اللي أنتم حابين خليه قرابة كذا 10 دقائق وبعدين بهذه الفرشة تحركين كل الأشياء اللي داخل علشان تذوبين ملح الليمون والذوبين بكربونات السوديوم والحين طلعت على الطاولة هين الأمر يا بنات هين اللي يسألوني يام صارة كيف تفكين البكرة اللي بالنص شوفي أنت عندك القاعدة الأساسية أسحبيها لبرة تنسحب معاك على طول بخصوص الشفرة اللي بالنص أمسكيها بإيدك الشفرة ثبتي الشفرة بإيدك تركين كتلقين في دائرة بيضة بالنص بنصل فيها جهة اليسار تنفكي على طول شيل القاعدة لبيضة بعدين شيل الشفرة للدور وخلاص أبدأ كذا نظفي أنا دخلت مروحة الشفط لجلاية الموعين لأن ما فيها زبالة لو كان فيها زبالة أو دهون بالعادة أستخدمها بنكستاف أو لوجيك سيتر الصراحة أنا جبته مرة وعجبني لكن بعد كذا ما عاد لقيته لكن إذا ما عندك رشي عليه منظف يكون قوي وتركيها مدة عشر دقاي كذا ولازم لما تغسلين تغسلين بمية حارة ما ينفع عبانات تغسلون بمية باردة ليش لأن هذه بالنهاية دهون وما شاء الله تبارك الرحمن هذه المروحة طريقي اللي يسألوني كمان عن دهون الجدران لازم باستمرار اتمسحين الجدران عندك لازم باستمرار حتى لو أنت بالظاهر ما فيها شي مسحيها ليش لأن هذه الدهون تتراكم ما تشوفينها هي تكون شفافة مع الوقت تقلب اللون الأصفر فحاولي على قدر الإمكان أنك تمسحينها خلاص شوفوا تمسحيها بقد ما قدرتي وزي ما قلت المية تكون يا بنات حارة هذه دهون لازم بالذوق كده صارت المروحة ما شاء الله تبارك الرحمن الحين طلعت الشفرات اللي من داخل اللي بغسالة الأطباق ما عندي غسالة أطباق عادي الحين نغسلها أنا قدامك بدون غسالة أطباق وبتشوفين كيف أنا حاطت لكم طريقتين هنا علشان البنات اللي معنكم مغسالات أو جلايات مواعي تمام طلحك كذا تنشفينها قبل ما ترجعونها يا بنات لازم تنشفونها تمام لأنها مية وانتي بتدخينها بجهاز كهربائي لازم تتنشف أهم شي شايفين القاعدة هذه اللي فيها شفرة هذه اللي تمسكينها بإيدك يكون فوقها في قاعدة بيضة صغيرة تفكينها جهة اللي سارة وتنفك معاك الحين نجي للطريقة الثانية شوفوا هذه الطريقة الثانية شوفوا مسكت الشفرة بإيدي وفكت القاعدة اللي بالنص ومفكت اليوم ما رح أمسح الشفرات معاكم ما كان فيها شي زيادة وبس كذا بالمنشفة بفك عفوا وبنزلها لازم تحطين مية حارة إذا المية مية حارة رح تتعبك وتغلبك وبالعكس رح تزيد الطيم بلا لأن الدهون رح تصير كثيرة خلاص هنا جبت هنا عندي صابون مواعين ما حطيت لابنكستا فولولوجيك طلعت معاي بسهولة شوفوا لأن الدهون أصلا ما هي عميقة كل ما تراكمت شوي فكيتها وخلاص يبنات هذا شكلها بعد مركبت والحين تعالوا للتنظيف الثالث اليوم معاي تنظيف الفرن سخنت الفرن هنا شوي وخليته يسخن الفرن كهربائي وجيت للفرن السطحي الفرن السطحي بالسبونج أو الليفة العادية وإذا عندك حروق عليه بالسيم الناعم السلك الناعم يبنات مش الخشن علشان ما يصير عندك جروح تمام أنا طبعا حطها تحت السبونج حطها سيم ناعم وألمس بإيدي أشوف فيه خشونة ولا لا طالما في خشونة معلقة فيه أشياء محروقية على الفرن أظل كذا لما أتأكد أن سطح الفرن صار ناعم الفرن حقي يبنات قليم غاز طبعا إيطالي خلاص شوفوا مسحة كذا هذه طريقتي فرني ما شاء الله تبارك رحمان يبا يطبق معاي سبع سنين أو ثمان سنين ما شاء الله ألا شوف عينكم كهربائي طبعا هو شهادتي فيه مجروحة ومن أفضل الأفران اللي استخدمت استخدمت ألبا قبلها ما جبتني ما جازلي لا قليم غاز صراحة أقوى الحين تعالوا معاي الفرن الشواية خلاص شوفوا كان عليها بقعة لازم تسخنين الفرن أول تمام يعني شغلي الفرن شوي شغلت قرابة عشر دقائق وبعدين طفي وطلع الصرية حارة حطيها على فوطة وبدأ رشي منها من دكتور بيكمان تأكدي أنه الأصلي الأصلي بنات سلاحة ألمانية أنا اللي وريتكم حق الفرن السطحي وهذا الثاني حق فرن الشواية شايفين بس من أجود المنتجات اللي جبتها للتنظيف مرة حلو ما هو غالي سعر قرابة 17 ريئ خلاص أبدأ كمان أرش داخل الفرن زي ما تشفون طبعا الفرن هنا يا بنات حار خلاص هنا كانت هذا مو يرش معلك الفرن هنا لازم يكون حار ليش حار علشان الدهون الذوق المكون اللي داخل دكتور بيكمان ما رح يتفاعل مع الدهون إلا والفرن حار خلاص شايفين أبدأ رش كذا كمان على القزاز خلاص شوفوا على يمين وعلى يصار الفرن شايفين القزاز اللي جاعد مسحة تحسون في إطار الفرن من يمين ومن يصار هذا لا ترشون عليه هذا رح يتغير اللون معاكم مع الحرارة والمنظف رح يتغير معاكم تمام بعدين تجيبين سيم خشن وتبدين كذا تفركين كل الفرن من داخل طبعا الفرن الحقي كمان قليم غاز برضو كمان كهربائي اللي اسألوني على الصرف حقه صرف يا بنات ما هو ما يصرف طالما الجهاز الكهربائي عندك القوة فيه يعني درجة الاستهلاك عفوا اللي فيه تكون باللون الأخضر تأكد انت بالسليم طبعا كل ما الاستهلاك حق الفرن او اي جهاز كهربائي صار باللون الأخضر كل ما ارتفعت القيمة فلا تستخدم بالأجهزة هذه لانها فيها صرف كهرباء وكيد رح توفر عليك يشوف الفرن ما شاء الله تبارك الرحمن والله ما اخذ يا بنات مني ثلث ساعة بس ها اذا انت مداوم على تنظيف ولكن اركنتي لا يحتاج اكثر من مرة يحتاج اكثر من مرة اني بتمسحينه الحين بفوطة كذا على الاطراف ابدأ امسح ادخل الفوطة بالفتحات علشان اتأكد انه الدهون طلعت في بنات قالوا لي يوم صار فك كباب القزاز ما بو شي صراحة ولا احس اني محتاج اني افكه ولا استرج اني افكه حرام ممكن لا قدر الله يخرب الفرن رجعت هنا كذا الشبك كنت رشي عليه برضو رشيت عليه وتركته يعني رشيت عليه وتركته حسيت كمان انه يبغال ورجعت رشيت عليه وخليته تمام وابدأ كذا على اسلاك الشوايا ابدأ كذا فركها كلها عشان بسرع رح يطلع معاكم رح يشع معاكم طريقة ما تتخيلونها ما رح تتعبون ابدا في تنظيف ومره حلو دكتور بيكمان انصحكم في انا شفته عند ساكو بس كان كان مواصني هدية صراحة من مؤسسة الاطباق النظيفة مؤسسة الاطباق النظيفة لهم موقع على يوصلون يبنات الباب البيت تختارين اللي تابين ويوصل الباب بيتك خلاص شوفوا الصينية ما شاء الله تبارك الرحمن على طول طلع اللي فيها عندك حروق من مكرون البشامل الصوص طاح عندك زيوت عندك دهون اي حاجة عندك الدكتور بيك من بيطلح خلاص مرة حلو صراحة بس حاجة مهم أرجع عيد وزيد فيها لازم من الفرن يكون حار لازم علشان المكون اللي داخل دكتور بيكمن يتفاعل مع الدهون اللي تكون داخل الفرن عندك ليفي كل حاجة شوفوا ما في صابون أنا ما يحط صابون كله على نفس المنظف والسيم اللي بإيدي يا بنات خشن مش سيم ناعم لا سيم خشن لا تخافي ما رح يتجرح كذا خذية الصينية كلها لفتها لوف طالما أنت تعتني بالأجهزة الكهربائية الأجهزة الكهربائية بتعطيك عمر تعيش معاك أكثر حرم جهاز شاريتي بـ 2000 ريال وإلا 1500 ريال يصير مرتع للدهون لا من اليوم قرر كذا وابدأ ينظف كل الأجهزة خلاص غسلتهم بالمي وابدأ الحين كذا أنا شوفهم زي من شايفات هذه التنظيفة اللي عندي شوفهم متى أسويها بالشهر مرة هذه التنظيفة أو لما أحط حاجة بالفرن يتكبكب لا أوقات لكون الفرن ما بوشيني ما بو بقع الصينية نظيفة بس لا بالشهر لازم أعطيها تنظيفة لازم ليش علشان في دهون مخفية أنا ما أشوفها داخل الفرن ما تبين مع الوقت من كثر الحروق الحروق تبدأ تظهر فيصير خروطها صعب فمرة واحدة بالشهر تكفيني حتى الفرن نظيف شوفوا ماشاء الله الصينية رجعت تبرق شايفات تتمرون فيها خلاص أحيان الفرن من بره عجبت سبونج وحطيت فيه شوية صابون وبدأ كذا أفرق الفرن كله من بره شايفين عادي صابون عادي صابون شوفت كل الأغراض اللي فيه وبدأ كذا ألمع الفرن كله من بره من جوه أبدأ الحين ألمعه كذا بفوطة فيها مي أمسح كل الصابون في بنات يقول يا أمسار ليش تنهجين كثير والله يا بنات خلوها على ربكم يا بالله الحمد لله لكل حال هنا جبت ملمع الزجاج لأن هذا يعتبر زجاج أصلا أبغى ألمعه لمعته كذا بفوطة عادية بمنديل ورشيت عليه ملمع زجاج وشايفين القطعة هذه الفوق الفضية هذا عبارة عن قطعة ألمنيوم تمام هنا جبت هذا مموبي الملمع بس مرة حلو يلمع لي هذا الفوق كامل مرة ممتاز شايف يا بنات أنا الأفران صراحة أي حاجة فيها تنظيف ما أستخسر فيها فلوس طالما تعطيني الأجهزة تخلي الأجهزة تعمر عندي مسحتها كامل ويا سلام ما شاء الله تبارك الرحمن هذا الفرن يا بنات رجع ما شاء الله تبارك الرحمن كأن اقتوق شريتي كأنه فرن وكالة خلوني افتح لكم مياه من جوة شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن رجع الفرن جديد خلاص هذي طريقتي بتنظيف الأفران يا رب تكونوا استفدتوا كذا من الطريقة هذي تعالوا الحين الوحدة سألتني تقول يام سارة الفتاة انتباهي للبوتس عندك ما شاء الله كيف كذا البوتس كبير وهي بالمطبخ ما تخرب عندك شوفوا أتكلم اليوم عليها بشكل سريع لشان لو أنت حاب تزرعينها عندك طريقتين لزراعة البوتس زراعة البوتس بالمي وزراعة البوتس بالتربة تمام إذا أنت حابت تزرعين البوتس بالمي تأكدي أن البوتس ما راح تتكاثر البوتس بالمي ما تتكاثر زيادة تتكاثر أيش تتكاثر بالتربة تكثر 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 لكن الحلو فيها أنها بالمي تجذر ينزلها جذور يعني مثلا أنت حابت تزرعينها بالتراب وما عندك إلا البوتسلي بالتربة تاخذين عرق منها العرق يكون له من تحت عقدة يعني يكون له فيه من تحت مكان تجمع خروج النباتات تقصينها من تحت العقدة وتزرعينها في الموي هنا يطلع جذور تنقلين الجذور هذي وين تشلينها بعد ما يطلع الجذور خلاص تصير آمنة الحين لزراعة التربة تمام والتكاثر يكون بطيء تبغين تكاثر سريع لا أكيد راح تكون بالتربة تجيبين الأصائص زي ما أنا سويت لازم الأصائص إذا الأصيص مو مفتوح من تحت راح يعفن عندك تمام إذا الأصيص مو مفتوح من تحت التربة راح تعفن عندك خلاص تسلطين كده بالنار أو الولاعة الله يربي يجيرنا ويجيركم من نار جهنم على الأصائص من تحت لين تلين وبعدين تبدين كده تفتحينها بالشوكة بالشوكة بالسكينة اللي انت حابة أهم شيء أنك تسوي منفذ الخروج الموي لأنه في حالة ما خرج الموي تمام راح يسير المي تحت مبحر وراح بتعفن طريقة تقاية البوتس والأشياء اللي عشان تعيش عندك أول حاجة البوتس ما تحب الظلمة عشان تكونين بالصورة يعني البوتس تحب الظو مو ضو الشمس هذه نبتة داخلية لكن تحب الظو ما تحب الظلمة شيء طبيعي عملية في البناء الظوية للنبتات تعتمد على خلال أشياء أي نبات الماء والظو والأكسجيل صحي ولا لا؟ طيب كيف النبتة تأخذ هذه العملية في البناء الظوية كيف تكتمل إلا بالظو فأنت لو تحطيها مكان ظلمة ما راح تعيش الشيء الثاني البوتس تعيش على نظام جو كلبك يتبعك عارفين هذا الحكمة القديمة جو كلبك يتبعك شمعناها يعني جو أيها عطشيها تحب تعطش شوي ما تحب تعطينها مو كثير لا تحسدينها بالدلال خليها تعطش شوي يعني تقريبا كل ست أيام كل ست أيام كل سبع أيام كذا أعطيها كذا أسقيها بس شايفين الأصيص الصغير هذا اللي عندي هذا أسقيه أنا تقريبا بيالة شاي مية بس وخلاص تمام؟ بالنسبة للتربة اللي أنا أزرع فيها عادي التربة لازم تكون سودة ما تكون بنية لازم التربة تكون مسمدة خلاص وتبدين كذا تحطين بالأصايص كيست التربة مبغالي أصلا الحين تلقونا حتى بقى بخمسة صار يباع فمناسب تبدين كذا تزرعين البوتس فيها وشي مهم لازم تكون شوفي إذا حطتيها بمكان ما في ضو بتعيش بس بتطول بتحسينها كذا مرهقة لكن لما تحطينها في مكان به ضو بتعيش معاك وبتتكاثر في حالة حسيتي أن البوتس مرضت على طول مباشرة تقصين الأوراق الميتة وتجبين علبة تحطين ثلاث أرباع العلبة مي ألبر الشاش بخاخ ثلاث أرباع العلبة مي وتحطين فيها شوي تشامبو عضوي أو أي صابون عضوي حق شعر حق يدين اللي يتمي بسكون عضوي عضوي 100% تلقونا بالصيدليات شامبو أي شامبو عضوي تحطون عليه شوية بيكربونات الصوديو تمام تخلطين العلبة وتبدين بعد ما تقصين الأوراق الميتة تبدين ترشين على كل النبتة تمام طيب بعد ما تسقينها بالمي تكثرين المي عليها تسقينها عشان إيش عشان التربة لما ترشين رشي على الوراق رشي على التربة لأن احتمال تكون في حشرة هي اللي قادة تاكل البوتس من داخل أو تضعفها فكذا أنت تكونين قضيت على الحشرة بعدين رشيها موي وحطيها في مكان يكون شمس أو الضوم تسلط عليها لأنها مريضة لازم تحط بمكان مصدر ضو تمام وأنا أعطيتكم طريقة تكثرها ولفيتها معاكم طريقة زي الحلزونة بحيث أنك تلفينها زي الحلزونة بقاعة الأصيص من تحت تلفين الوراق هذا حقها زي الحلزونة وما شاء الله لعندي لو تشوفونها ما شاء الله ولا حول ولا قوة صارت عروسة بعد ما كانت واقفة ما شاء الله مجد بس لفيتها وعطيتكم طريقة اللف وتثبيت بالبنسات تمام طيب حاجة جهيلة مهمة كمان بالنسبة للبوتس شوفوا لما أنت تبغي مثلا على سبيل المثال أنت زرعتيها تمام حطتيها بالمي وبعدين حسيتينها بالمي زهرت وضبطت السلام بالسلام بعدين حسيتينها بدأت تموت خلاص لازم تنتقل للتربة لأنها تشبعت من المي فيتعيش إلى حد معين أو إلى عمر معين بالتربة وبعدين بالمي وبعدين لازم تروح للتربة تمام طيب إذا حطتيها بالتربة وحسيتينها مارت ما تكاثرت عندك حلوة ما فيها شي بسميه ما تكاثرت تغير الأصيص احتمال الأصيص ضيق والجذور وصلت حتى ما عادت قدرت تكبر بالأصيص الصغير اللي فيها بقاع الأصيص وتثبتينها كذا بالبنسات علشان يا بنا تكبر معاكم وتعيش وزي ما قلت لا تعطونها مي كثير أبدا أبدا أول ما تزرعونها بالأصيص اللي زي كذا ضروري 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 تسقينها بعد الزراعة لازم تنسقي ولما تسقينها تحطينها مصدر ضو ما ينفع تزرعينها تمام وترحين يحطينها بغرفة لازم يكون عند شباك عند باب لازم مصدر الضو يتخلى حتى نقلت لها من أصيص الأصيص هذه اللي عندي على اليمين لو تلاحظون فيها أوراق بدأت الصفر عادي وضحة طبيعية جدا ولو تلاحظون تحصون الأوراق ذابلة تكة أنا معطشتهم يا بنات لازم البوتس عشان تتكاثر تعطش مو معناها تموت ترى البوتس من النباتات الصبورة المتسلقة واللي تعيش واللي تصبر لكن طريقة وعلاتها سهل بسيط لكن يبغالي بس تكونين تعرفين فيها خلاص شوفوا زراحتهم كلهم كده وزئهم عندك بالبيت طبعا حاليا أنا بخليهم عندي شوي بالمطبخ عند الشباك علشان يتكاثرون مع ضو الشمس وهذه حسيت انها خلاص شوفوا حسيت انها إيش بدت تمرض ليش ما شاء الله شايفين كيف معرشة وكيف كبيرة أبقى نقلها من الأصيص اللي فيها الأصيص الثاني طريقة النقل من رصها لأول شي تنزلي أنا حاطة تربة حاطة تربة ربع الأصيص الكبير حاطة تربة تمام وبدأ الحيل أقيس أشوف هل ينت تدخل داخل الأصيص ولا لا أزود تراب أرقص تراب وهكذا هم شي لما تبغاني تنقلينها من الأصيص حكي للأصيص الثاني أنت بيتفقين الجذور شوفوا زي ما هي تدخينها بالأصيص الكبير الجذور من نفسها راح تشق التربة وراح تطلع تمام بعد كذا شوفوا أبدأ كذا إيش أسوي أبدأ أزود التربة على الوجه وزي ما قلت ضروري تنسقي بعد النقل أو بعد الزراعة لازم تنقل يا بنات وأي أوراق ميتة عندك داخل الأصيص لازم تنقص أي أوراق ميتة عندك لازم تنقص هنا جبت كيس حطيت فيه تربة اللي زادت عندي علشان لو بغيت بعدين أستخدمها صراحة تربة السودة ما تفضل من بيت لأنني من الناس وهذا ببيت الجيد بإذن الله تعالى يا أني ناوي أزراحها داخل البيت عندي ما شاء الله أنا عندي عندي ثلاث أنواع من النبتات الداخلية عاشت عندي تعيش تعمر رغم والله بعض النبتات الداخلية اللي جبتها ما كنت تعرف لها بس سبحان الله مع الوقت ومع الخبرة صارت ماشية عندي على قولتنا زي سك وصطرق الزراعتها سهلة بوريكم يوم بإذن الله تعالى بالبيت الجديد طريقة زراعتهم اللي أناعي فيها اللي أنت نفس اللي عندي كيف يعيشون يعني خلاص ألقت هذا الأصيص شايفين هذا بجيب أنه كثير ببيت الجيد أني بغام تدلي عندي أماكن كثيرة تحتاجونها تدلى يعني الحين شوفوا هذه الأصايص الصغيرة أنا حطيت فيها تراب تماما بزرحها هذه ما رح تعيش عندي كثير بتموت ليش لأن الأصيص من تحت ما مفتوح هي مجرد منظرة بتقعد معك قرابة أسبوع أسبوع ونص أسبوعين بالكثير وبعدين تبدأ تصفر وتموت لأن الأصيص من تحت ما مفتوح لو أنت حابت تزرعينها بأصايص مغلقة بدون ما تفتحينها من تحت لازم تكون الزراعة بالمي تمام ما تكون الزراعة بالتربة يعني عندك أصايص سجاجية وحابت تزرعين فيها يحب بذلك تكون الزراعة بالمي مش بالتربة لأنك لو حطتها بالتربة ما رح تعيش رح يعفن تعفنوا الجذور من تحت وراح تمرض وراح تموت مهما حاولت تتعالجينها لازم تنتقل إلى أصيص متهوي هنا أبدأ أشيل كال الأوراق اللي أحسنها مريضة أو مؤكولة من الأطراف طبعا عفوا كنت أقصينا مش المريضة كنت أخذ أخذ مزروعات من الكبيرة عشان أزرع الصغيرات هذولا وحب أقولكم أنهم ما عاشوا ما عاشوا عندي الحين جيت هنا معاكم أبغى أن نظف معاكم الشباك زي ما أنتم شايفين طريقة تنظيف الشباك يا بنات واحدة سألتني علي أمس حاضر أجيب مكنسة الكهرباء وابدأ كذا أشفط كال التراب اللي موجود داخل الشباك الأمر جدا هيل والأمر جدا سهل مكنسة الكهرباء كذا بعدين بفك الشباك اللي موجود داخل الشباك بدخلوا الله يأزكم لدورة المياه وبرش عليه موي أنا ما عندي علي دهون أنا ما عندي علي إلا تراب تمام لو أنت عليك دهون تحطينه في ترشيل على مية حارة وتحطينه علي أي منظف نفس ما سوينا بمروحة الشفط خلاص وبعدين الله ليهينك بسيم خشنت بين تفركين الشباك بس شي مهم مو بقوة علشان ما تشقين الشبك وبعدين تشوفوا خلاص أنا رش لما تأكدت أنه ما عاد طلع شي بعد كذا جبت خلطة فيها مي حار وصابون وابدأ كذا هذه الفرشة ممتازة تتخيلوا هذه معاي من جولي الشيك لها قرابة لبنات تقريبا لها ثمان سنين معا إي والله مني راضي أفرط فيها كثر ما هي قوية بطلة بطلة شوفوا من ججاج ولي شي كان فيها جودة صراحة تعيش وتعمر فيها جودة مي طبعية ولا براضي أرميها لأنا عايشة معاي وخادمتني أبدأ كذا شوفوا كان كل حاجة أفرك ليش أنا معاي هذه الخشنة لأن هذا تراب مع العج يلزك أوقات تكون شتاء عج ومطر فيلزك فهذا يطلع لك للأتراب دهون ما عندي لو عندي دهون يعني بس تخدم السيم الخشن أكيد علشان يطلع لك كل الدهون لكن انت في من الألمنيوم لا يتجرح يعني أنا صراحة ولا مرة جربت لأنه ما عندي دهون على الشباك تمام؟ ممسحها أول بأول خلاص شايفات بنات أفرك كل حاجة وأتأكد أن الشباك رجاي الماء حاليا أنا عندي مكنسة نيكاي اللي هي تشفط المي فأجربها معاكم بإذن الله تعالى وأشوف يتنفع ولا لا يعني بجربها معاكم أنتم أنا بيني وبين نفسي جربتها وعجبتني بس بنشوف مع بعض بجربها معاكم قدام الكاميرا بعد كده بجي فوطة فيها مية دافية أحب لما أنظف الفوطة اللي تكون معاي فوطة فيها مية دافية ما تكون المية اللي فيها يعني باردة عشان الدهون ما تجمد اللي في دهون مثلا وأبدأ كده أمسح الشباك من كل النواحي وكل الأجنب عشان أتأكد أن الشباك نظيف الشباك يعني خلص سبحان الله حفت أنه نظفتي الشباك يبدأ يدخل عليك هوا نقي هوا نقي نقي يبدأ يدخل عليك طبعا الشباك يبران تركيبه سهل وفكه سهل ما يحتاج والله أي جهد تركيب الشباك مرة سهل موتعب يعني بس بس بسكيب إيديك ثنتين رفعي الفوق واسحبيه لبرة وبيطلع معك بسهولة وترجع بنفسي حكاية مرة سهل أبدأ كده غسلت الفوطة وبدأ كده ألمع الشباك من برة كل حاجة الجلد القزاز الحواف كلها مسحة بعدين ملمع الزجاج آخر تمسيحة علشان الشباك يرجع يلمع من أول وجديد وهذه طريقتي اللي سألتني بتنظيف الشباك وهذا الشباك رجع وصلت المزروعات اللي كانت على الشباك عشان ترجع نظيفة وتلمع وهذا يا بنات المنظر قدامكم ما شاء الله تبارك الرحمن خلصنا كده الشباك تعالوا معي الحين الوين تعالوا معي الدرج تحت المجلة كمان وحدة سألتني يوم صار طريقة تنظيف درج تحت المجلة شوفوا طبعا كان في عندي فوضى بس الأمانة ما في زبالة طلعت الأغراض كلها اللي داخل وحدة سألتني على اللبات اللي داخل الدرج شوفي اللبات هذا من أفضل أنواع اللباتات اللي تشتريينها لا تجربين تجبين لبات ثاني الحلو في أنه ما يزحلق يغب الرطوبة تمام يخلي الدرج من داخل نظيف يحافظ على نظافة الدرج ومنين تجبينه تجيبونه يا حلواتي من محلات الموكيت شفتم محلات الموكيت ومحلات السجاد أنا بريتكم يا على المنتطة تلقون صورتوا وما عليه بسين قطع مو زي حق اللي تأخذينه من محلات السجاد أنا خذيت ببيتي الجديد خذيت يا بنات عشرة متر عشرة متر بالطول وبالعرض مترين خذيتها تقريبا ميتين وعشرين إذا أنت تبغين تأخذين العرض يكون متر رح يطلع عليك أقل رح يطلع عليك بنص القيمة تمام وتبدأنا تقص قصين أنا بالفيديو الجاي مو بالفيديو الجاي عفوا الفيديو اللي بعد الجاي بقصه معاكم وبطبه داخل الدروج أنا ماخذ المطبخي الجديد لون جديد وبقصه معاكم وبتشفون طريقة تركيب وطريقة قصه والمقصات هنا هذا صديقي الصدوق بتنظيف دروج المطبخ البفاظية تحطين فيها مي تحطين فيها شوية خل تحطين فيها شوية صابوم مواعي بس وتبدأين كده تلمعين داخل الدروج خلاص طالما أنت إيدك بالحاجة دائم ما تحتاجين منظفات كثيرة ليش؟ لأن إيدك أصلا بحاجة دائم وإذا نظفتها لو بطريقة بسيطة رح تطلع معاك كأنها جيدة ليش؟ لأن إيدك بهداي خلاص أنا عندي رفين داخل الدروج هنا بس يا بنات هذه الخلطة اللي فيها خل جبار الخلطة هذه جربوها للطاولات أنا والله أحط علىها مقابض الأبواب الحنفيات حقات الحمامات تكرمون الأزرار أرش عليها حقات الكهرباء الزر اللي أشغل اللمبات يعني أرش فيها وأمسح تعقيم ونظافة وريحة تهبل اللي بتمخاخ ميت تحطين عليها شوية خل وشوية صابون موعين الحن بنظم الدروج هذه تجيبين عاد السلات اللي أنت حابتها والسلات اللي أنت تابينها وبتبدين تنظمين داخل الدروج شوفوا أحمد الله مليوم مرة أني أنا سويت أحمد الله مليوم مرة أني أنا سويت ركن للغسيل في بيت الجديد بتشوفون معاي ليش بإذن الله تعالى بردت بالركن أنا شريكة ورق جدران بركب ورق الجدران معاكم أنت راح تركبينه من نفسك ما راح تجيبين عامل بوريك كيف أنت تركبين ورق الجدران بإذن الله تعالى لما نسوي ركن الغسيل وبرتب مع بعض وبرك بوريكم طاولة الكوي كيف صارت واحتمال احتمال أفكر أني أجيب مكواية الكبس أنا عند أمي أنا اللي جايباتها الأمي أصلا قلت عاطيتها هدية وطاولة الكوي إلى الحين أنت تخيلوا والله يا بنات من 13 سنة جبت لها مكواية الكبس وجبت لها طاولة الكوي إلى الحين أنت سألتها ذاك اليوم قلتين ما وش رايك بها زينة ولا مي زينة قلتوا والله ابنيتي مو أنا اللي أكويبها العاملة اللي تكويبها عندي بس إذا تبقين تأخذينها أخذيها ترىها ممتازة بس ما تنفع لا للأبيات ولا تنفع للثياب الرجالية شي خلاصنا بالشهر السابع وكمان أغناط سارونا يعني بسراويل أبو سارة الداخلية القمصان حقتوا أنا كويها على إيدي صراحة بس الثياب يوديها للكوة فأحتاجها يعني فأفكر يا بنات أني أجيبها مكواية الكبس ومكانها جاهز عندي أنتم بتشفونه مجهز مجهز حتى الكهربة واصلة بس باقي أحزم نفس أحزم قراري وأخذ القرار أحزم الأمر وأخذ القرار أنا أشتريها ولا الأك مترددها خاف أني أجيبها وطيح بسبدي ماني عارفة أنا خذيتها ذاك اليوم الأمي بسبعمية أذكر سعرها إلى الحي مع الدرجة اللي يتعلق بالجدار المهم رتبت الأغراض كذا كلها شوفوا منظفاتي شوفوا ها كلها شاقدة معيكم ها هذه شوفوا بنكستاف ولوجيك هذه منظفات المعتادة خلاص أنا اعتمدت بعض المنظفات بكربونات الصوديوم لأني خلاص ارتحت معها طبعا يقول لي مقاطعة ما مقاطعة زي فنش وما فنش هذا قديم يا بنات وانتي مارك كذا تبدأ نتمسحين الدهون كلها بقعة هذه كانت بقعة صابون ناشفة داخل المنظم بالمي والخل يرجع ترجع كل حاجة جديدة جي بأي بخاخ زي ما قدلكوا استخدمي أنا حطيت الديتول مطهر الأرضيات هذا صابون الموعين اللي على اليسار وخلاص أبدأ كذا صف الأغراض هذه بخاخة مي وهذا مطهر الأسطح نفس منظفات صارة منطلعت لا تخافي ما راح تتهين معها ما راح استخدم عليك أشياء جديدة كل الأشياء اللي انتم معارفينها جيت هنا كمان للمجلة قلت مما أني قاعدة نظف تحت الدرج حق المجلة خلوني كمان بطريقة عبي علبة الصابون تمام عبيت الصابون كذا ما يخالف لك كبنة وكذا أكون وصلت معاكم نهاية الفيديو أتمنى من كل يوم تسمعون صوتي أنا صوتي محلسة أحس بنعس أحس أن ودي أنام حتي ما لأخذ لي غفوة ساعة كذا أنا صبح قاعدنا منتج الفيديو بس حس راسي لف أحس أن الناس كذا أحس أني فيني نوم شوي ما أنه ما عندي شي والعمال تحت موجودين حتي ما لأخذ لي غفوة واليوم الغدا من عند أمي بوريكم يا بإذن الله تعالى بترسلي غدا اليوم ترسلي مرقوق بوريكم يا إن شاء الله على المنتدى كذا أكون وصلت معاكم للنهاية أحبكم من عماق قلبي الله يسعدكم والله يحفظكم والله يرعاكم فيديو بالليل بإذن الله تعالى لا يفوتكم بوريكم ورق المطبخ اللي شريته بوريكم ورق غرفة الغسيل والأسعار وبوريكم طقم التوابل اللي خذيته أشياء مرة حلوة المطبخ لا يفوتك الفيديو أقول لك ياها من أحلى الفيديوات اللي ما كنت تشفي هنا برضو كمان فيديو بكرة إن شاء الله فيديو بكرة بالمطبخ الجديد راح يكون ورح ننزل لا فيديو بكرة غرفة تسارونا معلج غرفة تسارونا فيديو بكرة وبعده بإذن الله تعالى نزول المطبخ الجديد وبنبدأ نفرد الأغراض بإذن الله تعالى فيه وبتشوفون كل حالة إن شاء الله فخليكم قريبات الله يسعدكم يا رب والله يحفظكم والله يرعاكم أنا سعيدة نكون مبسطات بالقناة وعلى قدر يعني على قدر الإمكان أحاول أني أنوع بين قصاص بين تنظيم بين ترتيب بين تنظيف بين أشياء زي كذا يعني على قد ما أقدر ليش علشان يعني تكون القناة مرجع لكم ما تملون ما تطفشون من روتينات ما تطفشون من يعني نمشي على نفس الوتيرة يكون فيه تنظيم يكون كذا فيه ترتيب فيه سوليف علشان ما تملون معي خلوني بصور لكم بشكل الدرج بالأخير كيف طلع علشان يعني تقومين كذا حالا فورا إذا ما فيك نوم قاعد تشوفيني تسوين وحدة من التنظيفات اللي أنا سويتها معاكم يا بنات ما في وحدة فينا أحسن من وحدة كنا هنا خوات نفيد ونستفيد ونعلم ونتعلم وحنا كمان أنا كمان أتعلم منكم ونتم تتعلمون مني وهكذا كذا أمسح الدرج من بره المطبخ حقي من بره يا بنات صاج تمام مطبخ يا بنات صاج وهذا الدرج من جوه ما شاء الله تبارك الرحمن رب جعلني خير مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤخذني بما يقولون شوفكم على خير